السلام عليكم اخواتي بنات نتمنى يلقاتكم الفيديو في صحة جيدة وعجوز مقبلة اليوم ان شاركوا معكم تيجوا غاية في الروعة رائعين باردين وتحتفظوا بهم تفت اللاجة و سقوة تحتوهم يعني ترافقوهم تمع المشاوي تحتاجوا ان شاء الله احنا مقبلنا عادل اضحى ترافقوهم مع القطبان ترافقوهم مع جميع المشاوي لا يدخلوا عنا بالتسير وصحة والسلامة تيجوا غاية في الروعة ما تيخطونيش انا هادو تيجوا رائعين مهم احنا بالنسبة لها الزعلوك البارد عدي جوج دنجالات جوج فليفلات الخضرين ثلاثة المطيجات فليفلات مراحلوه مزيود ربعات الدروس ديال التومة وفليفلات الفران اللي كانت تهيها تم بعد عادة القيتها في تلاجة ضفتها مهم احنا يتندهن تندوعهم فوق الطاوة ترندهنهم بزيت من الفوق تنقطر عليه مقدرة منزيت ورشوهم بمليحة وندخلهم من الفران تيكون مجهد الفوق وتحت جعل وتيتشواه بسرعة يوجد هاد زعلوك بارد صافي فشتيت شوه وليا تنخرجهم من الفران تيكون بسهولة تتقشر لي هادة الدنجال تنحيدلو هادة القشيرات هنا رجاني سخون بقيم يبردوش لما تيش تعيز تحيدلو هادة القشيرات بسهولة دروسة ديالتوما هادة تنخرجهم ببومات تهو ما تيكونون في هادة المعداق ديال فيميت ديال شوه كلهم تننقيهم وتنقطعهم في قاعد القطعة هارتاب الموس مزيان ومن بعد تن نوضعهم كاملين كاملين نقطع المطيشة الفلافل الدنجال كلهم وتنضيفهم في قاعد البواطا ومن بعد غنضيف عليهم توابل ديالهم كي تظهر لكم في الصورة انا قطعتهم كاملين وغادي ان شاء الله عادا نوريكم التوابل اللي غنضيف فيهم بسرعة هنا عندي المقبلة الثانية عندي هنا يا الدرعة الخضراء غادي ننقيها كي تظهر لكم ما نقيتهاش ردي نغسلها مزيان ما نقيتهاش كاملة ولكن اللي بغا تصيبها المقبلة ديال الدرعة تكون من الاحسن انها جديدة ماشتونش قديمة تنقية غير من الفوق شوية شوية ماشي كاملة تنجرها تنجر اللي ونخليلها شوية خضورة وشوية جنيبة ارباهتها تنقطع على هاد الشكل التي ذهر لكم تتقطع رقيقة على شكل طولي شرائح طويلة مهم تنرشها بمليحة تنسخي المقلات هذي اللي بحلة ديال شوية تكون فيها هاد الاشريطة ويمتن شوي رشيتها بالقطارات من الزيت صغير قليل من الزيت ومليحة وتنشوي فيها هاد الدريعة تجيك انها بشوية تجي رائعة على هاد الطريقة فاشتن شويها تنقطع على تشكل طولي هاكذا فاشتن قطعاتها هي كاملة تنوضعها في وعد زليفة تنوضع عليها بقالين من وعد الفضرية زيال تومة توتن شوي في المقلة نسيتوا عذا شوية توتو في المقلة تنحكوا عليها بغيتوا تضيفوا التومة خضراء اضيفوها انا مثلا ديتش عليها اضفت طعم شوية تاي حضيت المضغط شوية شوية القزبر احسن تونو سخين في الزيت الزيتون تيفغي الزيت الزيتون هاد جو مقبيلات اضفت القليل من الزيتون اضفت السودانية يابسة على حسب الضوق والحامض معصر ومليحة والقليل من التامون غير القليل مهم هو السودانية وزيت الزيتون والتومة والملح هنا بالنسبة لهذا الزعلوق البارد مقادر ديله جيد بسيطة هنا غنديرهم كاملين نضيف عليهم القزبر القطع تومة راها شوية معها راها خارجة بومات التومات تبقى تومة على القدر المقدر اللي ستقدو عليه بايتوا كثيرة او قليلة مهم انا ضفت شي ربعات دروسة او خمسة كبار مهم ضفت هذا القدر ديل التومة اه اه اضفوا زيت الزيتون و اضفوا القليل من الخل والقزبر هنا هي مقطع الكامون تيبغي الكامون و مليحة حسب الضوق راني ادرت محاولتين غنزيد انا الملحة فاشدقت وزيت الزيتون والقليل من الخل والسودانية يابسة ضروري انا ادرت مزود حار ولكن ما حارش بزاف زيت وعد شوية دياد السودانية يابسة صافي و داروا مري من هاد القطرات ديال الخل العادي ديال الخل السفر الخل العادي ماشي خل بياد بغضيف الخل بياد لتنا عدوزه ان شاء الله لهاد العصير المنعش غاية في الروحات يجي رائع نادة اه صراح هاد العصير سيعجبني بزيف تيه هاد ضم وكل شي عدنا هنا جوج خيارات سنقد نجرهم علي هاد طريقة شوية شوية مقطع شوية لا عندي جوج تفاحات وعندي حامضة نحييد لها القشور تيامنين هاد البيضاء سن القشور البيضاء وكل شي الخضراء بيش ما تتمررش وتنطحن كل شي بشي ايترونز ديال المهاتك وتنصفي ضروري نصفي ونضيف عنهم هاد التلجهات الغلاسية صافي و السكور حسب الضوغ سكور ما يمترش نقول لكم شو ما شاء الله تتيجي ما تتيجيش جاري بزيف تمنى انكم تجربوا هاد المقبلات و هاد العصير تتيجي غاية في الروحات وتناولوا بصحة ولا عدد